موسيقى خلال الظاهرة نفس الوضعية الجوية تبقى الأجواء مستقرة وحارة عموما بالمدن الداخلية سماء عائمة تماما بين مناطق الداخلية الغربية احتمال سقوط لبعض الأمطار مرفقة برعود منعزلة وهذا على أقصى الجنوب الجزائري بالنسبة لدرجات الحرارة المسجلة خلال صباحة يوم الغد يوم الأحد إذن تترحم بين 23 إلى 25 درجة على السواحل الوطنية 22 بقسنطينا سطيف برج بواري جعلة تبسى أيضا منطقة الجل فاتيزيوز والويرة 25 درجة بيتلمسان تيارت مع سكر سيدي بالعباس على غيليزان أيضا 22 درجة ببشار ومنطقة بني عباس 26 بشمل الصحراء 26 درجة أيضا بثامنة 24 بجانات 29 درجة على منطقة الدرار ومسجلة 30 درجة بتندوف خلال الظاهرة درجات الحرارة القصوى مرتفعة نوعانما تصل إلى 37 درجة على السواحل الوطنية قد تصل حتى إلى 40 درجة قول على بعض السواحل والمدن الداخلية الوطنية 37 درجة بقسنطينا سطيف على برج بواري جميلة خنش لاباتنا أيضا 25 أو 35 درجة بيعناب باسكيك على الطرف والقالة 37 درجة بوهران عن تيموشيند على مستغنب 38 بتلمسان 45 درجة على بشار نسجل 47 درجة بمنطقة 60 دوف 46 بأدرار وارغان 45 بوسط الصحراء العنص على 46 إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الجزائري على كل من برج بج مختار وهينكسة هالة البحر سيكون عموما مستقر هادئ على طول الشريط السحلي رياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية وصرعتها لن تتعدى 15 كم في الساعة على طول الشريط الساحلي نختمنا شراك الأعداء بالورقة الفلكية وقت شرق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وضوحها لهذا الأحد 14 من شهر أوت 2022 شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة